منع جيش الاحتلال الإسرائيلي عشرات المزارعين الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة من قطف ثمار الزيتون وأجبرهم على مغادرة حقولهم وطالب لاحتلال المزارعين الحصول على تنصيق مسبق لدخول أراضيهم المقدر مساحتها بنحو 250 دنمان متعطشون لدم الفلسطيني حال مستوطني الضفة الغربية خاصة مع بدء موسم الزيتون بالأسلحة والهراوات والأهم بحماية جيش الاحتلال تغير مجموعات المستوطنين يوميا على قرى ومدن الضفة الغربية مستغلين تواجد الفلسطينيين في أراضيهم لجني ثمار الزيتون برقة، مادمة، بيتة، قرى الخليل واللبن الغربي غرب مدينة رام الله أبرز القرى التي تتعرض لاعتداءات المستوطنين واليوم الناس نزلت تكتف ثمار الزيتونها ومن الساعة الصباح حجم عليهم المستوطنين والاستيطان الرعوي بكافة الوسائل حجارة وعصي وبالسلاح وكاموا بضرب العديد من الأهالي المزارعين الموجودين في مزارعهم احنا كاعدين بنزل في الزيتون ولا بنعمل إشي ولا مأذينهم يجي يصير يضرب ويضرب العصار رجلينه يكسر وجهنا ويكسر رجلينه 150 ألف دنم مزروعة لن يتمكن الفلسطينيون حتى من الوصول إليها في قرى ومدن الضفة الغربية التي تحاصرها المستوطنات وكل يوم تقريبا يشن مستوطنوها اعتداءات بإطلاف محصول الزيتون أو سرقته ومصادرة المعدات الزراعية وقتل المزارعين والاعتداء عليهم فبعد السابع من أكتوبر أكثر من عشرين فلسطينيين ارتقوا برصاص واعتداءات المستوطنين شبيبة التلال إحدى أبرز المجموعات الاستيطانية التي تنفذ هذه الاعتداءات وتحرض على قتل الفلسطينيين والسيطرة على أرضهم وبعد السابع من أكتوبر يمكن القول بأن الاستيطان غير الديمغرافيا في فلسطين الاستيطان استشرى والمناطق الفلسطينية تضمحل باستمرار تحت تهديد سلاح المستوطنين وجيشهم من رام الله المحتلة أسيد سليمان رؤيا